ويلات الحروب والتهجير والحصار الاقتصادي وانعدام الخدمات وشحة فرص العمل والصراعات السياسية عوامل دفعت كثيرا من العراقيين إلى ركوب البحار وقطع الغابات مهاجرين من بلادهم بعد أن فقدوا الأمل بمستقبل أفضل في ظل العملية السياسية الفاسدة شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية رصدت هجرة مكثفة للعراقيين في السنوات الأخيرة ولسيما في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية دمرت مناطقهم وبحسب استطلاع رأي للشبكة فإن معظم المهاجرين العراقيين أو من يفكرون بالهجرة يفضلون التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي وهذا يدل على أن العوامل الاقتصادية كانت دافعا رئيسا للهجرة مناطق كردستان العراق التي تعتبر آمنة نسبيا أيضا تشهد هجرة الشباب إلى دول الاتحاد الأوروبي ويعز المهاجرون السبب إلى ترد الواقع الاقتصادي وغياب فرص العمل تضاف إلى هجرة الشباب بسبب البطالة هجرة أخرى في أوساط الناشطين والصحفيين والمدونين بسبب القمع الحكومي والملشيوي لكل من ينتقد الواقع المتردي ويطالب بتغييره طريق الهجرة غير معبد بالورود ولعل مخاطره تصل إلى الموت وهذا ما رصده فريق تطوعي لإنقاذ اللاجئين صلت الضوء على معاناة المهاجرين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي وتعرضهم لشتى أنواع المخاطر ووقوعهم فريسة للمهربين الذين يأخذون أموالهم ويتركونهم في الغابات ليواجهوا البرد والجوع الجيش من الطرفين محاصرنا وما دعا يخلينا لعبور أما عن أعداد اللاجئين العراقيين فقد رصدت مؤسسة القمة في الفترة بين عامي 2015 و2020 أكثر من نصف مليون مهاجر عراقي يتوزعون في 35 دولة هذا عدا عن أعداد كبيرة ممن هم في دول اتخذوها محطات مؤقتة ليكملوا طريق الهجرة